صباح الخير لكل المشاهدين اللي نضموا لأن مشاهدين مع اختصاصي تتغذي عبير أبورجيلي اللي قابي جمعنا هلأ أهلا وسهلا فيك عبير Thank you اليوم بدنا نحكي عن الأشخاص يلي بيكونوا عم بيعملوا كل شي عليهم أو مفكرين عم بيعملوا كل شي عليهم وما بيليقوا نتيجة بخسارة الوزن وهيدا شي كتير شائع يعني ومنسمع حوالينا كتير أنه عم بعمل دايت بس ما عم بضعف مخففة أكل بس ما عم بضعف عم بيكل كتير هلتي بس بعدنا على الميزان ما عم بيتحرك وزني وخصوصي هلأ كمان يعني بلشنا نتحضر للربيع والصيف ومنحس أنه فيه هيك كم كيلو كسبناهن يمكن بفصل الشتي بدنا نخلص منهن وما عم نقدر صح بيجي لعنا كتير على العيادة أشخاص بيكونوا يقصوا حتى بيقولوا لك أنا كتير عم بعمل أنظمة غزائية ما عم بستفيد عم بيكونوا يمكن مش نتبعي مع حدا إذن هنا لحالهم عم نطبخ بالبيت بطريقة كتير صحية بنأكل كتير سلادات ما بنأكل أساس مقلية أساس بتنصح مع هيدا وكلو ما عم نلاقي نتيجة بدنا إياها فجايين تتساعدين فهون هيدا الشغلة كتير مهمة وكتير أساسية لأنه أوقات بيكون في عوامل عديدة هي بتعيك أنه ننزل وزن وبتكون كتير بسيطة يعني إذا نحن نطبخنا لهيدا الأمور نضعف بالشهر 5 إلى 8 كيلو حسب أكيد قدي عنا فات لو كنا من الأشخاص اللي قبل ما عم ننزل وزن يعني في عوامل لازم نعملها أو نشيلها على جنب وهيدا هون نحن بنعرفه بالشي من قلله أنكات أليموتار عدة أسئلة نطرحها على الشخص تنعرف عاداته الغذائية عاداته الحياتية وأيضا إذا عنا عوامل صحية ممكن تأثر رح نحكي عنا خلال سياك حلقة اليوم أكيد شو هن الأمور اللي لازم أول شي ننتبه له ونغيرها بنظام حياتنا ونظام غذائنا تحديدا عبيلا حتى نباليش نكون على السكة الصحيحة بداية رح نحكي عن المي عن أهمية شرب المي المي كتير أساسية وكتير مفيدة ودايما نحن بنسمع أنه المي مهمة والمي مفيدة وليزم تشربوا مي اليوم رح ارتكز على أبحاث علمية ودراسات ذكرت أن الأشخاص يقدين نسبة اللي بيشربوا مي قبل بنص ساعة من الأكل يعني أنا إذا شربت قنينة مي صغيرة قبل بنص ساعة بس من الأكل هيدا الشي رح يخولني أضعف أسرع فكانوا أخذوا مجموعتين من الأشخاص وعم يأخذوا نفس النظام الغذائي وهن بمام كريتير أو يعني بنفس يعني عم يأكلوا نفس الشي وضعهم الصحة مثل بعض أعمارهم مثل بعض يعني أخذينهم هول أشخاص يعني الكريتير هن زيتهم ففرق الوحيد أنه أشخاص عم يشربوا مي قبل بنص ساعة من الأكل النينة صغيرة وأشخاص ما كانوا عم يأخذوا فكانت نسبة نزول الوزن 44% أكتر عند الأشخاص اللي عم يشربوا مي فقدينهم يعني احنا منقول المي مهمة أنه هيك بنقطع عليها هيك مرور الكرام أنه المي أوك مهمة بس عن جد المي كتير مهمة خاصة تخيلها قبل الوجبة بنص ساعة نشرب أنينة مي صغيرة منشبعها أكتر منحسنا الحرق أكتر نطرد السموم من جسمنا أحسن وهذا الدراسة اللي هلأ ذكرتها نستفيد منها أكتر تحتى نخفض وزنها يعني نسبة 44% هي نسبة مهمة وكبيرة فلازم نشرب مي قبل الوقعة بـ 30 دقيقة بمعدل أنينة مي صغيرة راح نتابع نشوف سوا صور ونعلق معهم أو معك عنهم هون هلأ نحنا قدام ناكل بطريقة صحية دايما بتقولي ونحنا بتسمعي نحنا كأخصائيين تغذية أنه كله أمور صحية كله سلادات كله إشياء ما فيها كتير كالوريز هلأ أنا وياك اليوم راح نحسب سلاد على الهواء للمشاهدين ونفرجيهم أنه السلاد كمان لو صحية ممكن تكون تعطينا وحدات حرارية فوق الالف وحدة حرارية فوق الالف كالوريز فبتشوفي أشخاص بيجول عندها على الكلينيك بيقولوا لي عابير ما أكلنا شي نحنا عايشين على السلاد فمنقول أي سلاد بتعملي شو السلاد شو فيها إنجريديانت هلأ راح نشوف هيدا المكونات الصحية مع بعضها قدير تجمع وحدات حرارية عنا الكينوة الكينوة كتير هلسي الكينوة كتير صحية الكوب من الكينوة فيه كالوري أكتر من البرغول كوب الكينوة فيه بحدود المتين واثنين وعشرين وحدة حرارية إذا كان مطبوخ هلأ فيه أشخاص يمكن يحطوا كوب أشخاص يمكن يحطوا معدل نص كوب يعني عم ناخد تقريبا نص الوحدات الحرارية إذا أخذنا نص كوب من الكينوة المطبوخ كيف إذا أخذنا بقلب السلاد كوب كامل أخذنا أول متين واثنين وعشرين كالوري فهلأ كمان رح نشوف مكونات تاني بقلب هيدا السلاد عنديك مثلا ممكن نحط لهيدا السلاد مكون الأفوكا الأفوكا هيدا هيكي هون عم نشوفها كمان السلاد رح أحكي عنا بعد ما حطينا لا تجيج ولا حطينا بقلبها جبنة لأنه عادة منحط فيها جيج أو جبنة فالأفوكا عادة كمان بالحبة الوحدة الكاملة عنا بحدود 234 وحدة حرارية هلأ رح نشوفها كمان رح تقطع معنا في بعض الأشخاص يمكن يحطوا نص حبة أفوكا في أشخاص ممكن يزيدوا الوحدات الحرارية ويحط حبة كاملة فالحبة الكاملة فيها 234 وحدة حرارية هون بس من الأفوكا وبس من الكينوة كينوة صار عنا 400 و... صح إذا أخذينهم كاملين صار عنا فوق الأربعمائة وحدة حرارية إذا أخذينهم مش كاملين أم نحكي بالكمية اللي هي كالوريز نص من هول فننتبه دايما فينا نعمل هيدا السلطة الطيبة بس ننتبه للكمية فنروح على الكمية الأقل ونكتر الخضرة نكتر كيل أكتر من الأفوكا والكينوة رح نتابع كمان بالمكونات الخاصة به هيدا السلاد البلسانك فينيجر السوس صح أوقات ممكن نحط ملعقة وهون رح نشوف كمان نوعين بقلب السوق في عنا أنواع وأصناف بالملعقة الكبيرة عنا بـ 88-90 وحدة حرارية هون عم نشوف بالـ 100 ملي بس عادة كمان بالملعقة الكبيرة بالـ 15 ملي ممكن يكون عنا 90 وحدة حرارية ومن ناحية تاني فيه أنواع وأصناف أخرى إذا نحنا منقر عليها ممكن يكون بالملعقة الكبيرة في عنا 45 وحدة حرارية أو حتى يعني نسبة وحدات حرارية من نصف أقل في منهم فيهم 15 إلى 19 كالوري فانتبه أنا وعم بشتري هيدا النوع من الدراسيك سوس أو الخل انتبه أنه أنا روح على الملعقة الكبيرة بحطولي 1 تايبل سبون 15 كالوري اللي هي أخفها الشي يعني الملعقة الكبيرة فيها 14 إلى 15 وحدة حرارية في الأصناف الثانية مثل ما سبق وذكرنا هن فيهم 90 كالوري فأدي عم خفض كالوري لأنه عادة ما منحط ملعقة بعرف من حالي مثلا أوقات منحمل الأنينة ومن كب السوس فننتبه فهون إذا حتينا 3 ملعقة كبار هم ناخد وحدات حرارية اللي هني بعضهم كتير أقل من ملعقة واحدة موجودة بقلب الخل الثاني اللي هو تحتوي الملعقة الكبيرة على 90 كالوري فأنا إذا حسبنا لهون صرنا تقريباً بالـ 500 وحدة حرارية وبعد في مكونات تانية مضفناها رح نشوف أنه كمان بهذه السلطة رح نحط زيت فكل أنواع السلطة عادة منحط فيها زيوت وملعقة الزيت الكبيرة فيها 120 كالوري فمن سين هيك نحنا منقول إذا فينا فيه نوع سوس تاني ما نحط زيت منكون عم نخفض تلقائياً 120 وحدة حرارية فأنا إذا حتيت خل ما حط زيت الرادي رح يعطينا هيداً نكاة حط بهارات يعني بحط أوريغانو بحط يمكن نعنا طيبة بالبهار وهيدول الأمور أكتر من ما إني ضيف زيت هون عم نضيف 120 وحدة حرارية من ملعقة الزيت الكبيرة بس فننتبه في ناس ما بيعيروا كمان برجع بقول في ناس بحط زيت ما بعير أبداً زيت وزيتون قطب شيء صح مش بس مع هاي الصلاة مع هاي الصلاة فهون قدي مع الطبولة مثلاً بتشوفي قدي من خط كمية زيت عالية فننتبه هون نحنا أكيد طلعنا في 700 وحدة حرارية فأنا إذا لحظت عن بعضي بنفس الوقت بديل تتكون هيدا الصلاة صحية مثل ما نحنا مفكرين وتنخفض قد ما فينا الكالوريز بقلبها والوحدات الحرارية الموجودة بقلب هيدا الصلاة هلأ كمان رح نشوف أكيد بهيدا الصلاة عندنا مكونات تاني أبرزة يمكن أنا بحب حط الكيل الكيل كمان فيها بالخمسين كالوري نحنا مفكر أنه هول خضر ما فيهن وحدات حرارية ولكن نحنا عم ناخد بحدود تسعة وأربعين خمسين كالوري فنصيحة كمان تحتى ناخد الكيل بطريقة هلسية أكتر وطريقة مش بس إنه صحية أكتر نعملها بطريقة ما تزعجنا وما تكون آسية دايما منقول منشيل منشيل العرق العرق طبعها ومننقعها شوي بخل فننقعها بحمود أو بخل رح تترى فالكيل كمان فيه كالوري لهنه تسعة وأربعين كالوري أو تسعة وأربعين وحدة حرارية هلأ بعد ما زدنا البنادورة أكيد ما فيه صلاة هيك بلا بنادورة فرأس البنادورة الواحد أربع وعشرين وحدة حرارية نحن أوقات منحط 2 أو أكتر طلعنا كمان 50 كالوري فتقريبا هون صرنا بـ 200 كالوري أو أكتر شوي حسب قدي نحن عم نقلل قدي عم نزيد بعض الأمور هي عم نحكي عن سلاد أنا بعدني مصدومة صح يعني فهون تينتبهوا الأشخاص اللي بيأكلوا كتير هلسية كمان أنه نحن الهلسي فود بنشجع أنه ناخد بس ننتبه كمان على الكمية يعني مش أنه أنا فيها أكل أدمى بدي لأنه هولي صحيين لأنه منسمع الأخصائيين بيقولوا أنه أتناولوا منهم وأجو جو مروح مناخد كميات أدمى بدنا فهون هيدا بعض المكونات وبعض ما خلصنا يلا منتبع كمان بالمكونات التالي هيدا السلاد شو داري جمعا كمان منحط لها شوية مكسرات مثلا بتشوفي أنه جوز هيك رشة جوز على الوجه هيدا رشة الجوز إذا أخذنا سبع حبات سبع حبات وشوي هيدا مية واحدة حرارية يا مي فكيف كمان في عنا بيحطوا فيها بزر دوار الشمس كل كمان ملعقة كبيرة من بزر دوار الشمس فيها بالمية كالوري فهولي ميتان كالوري بس عم ناخد من سيدز وعم ناخد كمان من الناتس أو اللي هني الجوز اللي عم نضيفهم لإله يعني أنا إذا حطيت سبع حبات جوز وشوي أو ثمان حبات جوز هولي بالمبدأ بالمية كالوري وشوي أكتر إذا حطيت كمان بزر دوار الشمس هاي الملعقة الكبيرة عم تدفلي بحدود المية واحدة حرارية تقريبا فخاصة الملعقة المعرمة فهيك نحنا منرشهم رش في منهم هلأ كمان شو منحط شيا سيدز كمان رح يمرق معنا شيا سيدز لهم الملعقتين كبار كمانا مية كالوري تقريبا فتخيل هولي بس 300 كالوري من هيد المكونات نحنا نحكي عنا أنه أكيد هي صحية ولكن الدعم تعلي بس كالوري كمان بنا في كل وقت هولي 300 كالوري بس فينا نوفرون من الإضافات اللي عم نضيفها على السلاد مش معناتها ما نحطون معناتها نخفقون فينا رش رش صغيرة مثلا من البزور جوستان ندقهم ونرشة وبزيادة صح ولكن نحنا شو منهم ونحنا منحبهم ونحط كونتك تمام ندلدق زيت نفس الشي صح صح تم نقول هيك أطيب وهولي صحيين وهولي هيك بشبعونا صحيح فهون إليك أديسة عنا كالوري ستلعنا بالألف وحدة حرارية هيدا هون بعد ما حكينا عن الجبنة وبعد ما حكينا عن الجيج عن صدر الجيج أو إذا ما حتطلع صح هلأ رحقول أديفهم كالوري ولكن هيدا السلادة شفناها أوقات من دفلها فويكة كمان في ناس بحطوا مانجا في ناس بحطوا تفاح فالأغلب لأنه فيها خل كمان كتير بيلبق للتفاح فممكن يضيفوا تفاحة هيدا التفاحة إذا صغيرة فيها بالستين كالوري أكبر شوي ممكن تحتوي على تسعين واحدة حرارية فننتبه أنه لو فويكة كمان فيه بقلبة كالوري وبعد ما حكينا عن مثلا الكرامبوري أو كمان بين رشة لرشة الفويكة المجففة الفويكة المجففة فهون ربع كوبة عم نحكي بمية واحدة حرارية فهون طلعنا على ألف وميتان كالوري من هيدول المقومنين نحن عميكل سالات وبعد ما حطينا جيج يعني إذا حطينا صدر الجيج مش شوي وصحي فيها بالميتان وثمانة وستين ميتان وثمانة وسبعين كالوري إذا حطينا شرائح جبنة يمكن القطعة الوحدة إذا منا ضايت طرنش الوحدة فيها تمانة وثمانين وحدة حرارية فنحنا كم طرنش عم نحط فطلعنا على يمكن كالوريز قد ما لازم نأكل بنهار بكل النهار صح من سالات فهونا الجيج صحي و الجيج كتير مهم وأكيد نحن لازم ندخل بروتين تنضعف أسرع ضمن نظامنا الغذائي لأنه البروتين بشبعه ولكن الكمية برجعة بقول هي كتير مهمة وكتير أساسية خاصة بالأطباء الصحية فتخيل نحن هلأ عملنا حساب لطبق واحد شفنا قدي فيه وحدات حرارية اللي هو السالات طلعت معنا مع إضافة الجيج أو مع إضافة الجبنة ممكن تطلع للألف واربعمائة كالوري قطعت الكنيفة اللي بلى الخبزة بتعطينا خمسمائة كالوري وهون عم ناكل صحي فأنا هلأ النصيحة أنه نحن ننتبه فينا نعمل هيدا السالات الكتير طيبة بس بدل ما ناخد ألف وخمسمائة واحدة حرارية من خلال التخفضات الذكرناها فينا ناخدها بخمسمائة كالوري فهون بتكون صحية ومناسبة للحمية الغذائية بنفس الوقت هلأ إذا نحن من الأشخاص اللي ما بدنا نضعف وما نناكل بطريقة صحية ما فيه أي أشكال نحن عم نعمل تارجت أو عم نحكي خاصة عن الأشخاص اللي هن بدهم يضعفوا وما عم يقدروا وما عم يقدروا وعندهم مشكلة بخسارة الوزن صحيح طي انتبهوا أنه أوقات الأمور الصحية كالوريكة كتير نعم أكيد بتذكر كافة المشاهدات والمشاهدين اللي عم تابعونا عبير فيهم يتواصلوا معنا على 0141-7003 كمان اللي يتواصلوا ويطرحوا على اختصاصية التغذية عبير أبو جاي اللي كافة أسئلتهم عبير للألكول قدرش كمان بأثر منشوف أشخاص كتير بيكونوا كتير عم بياكلوا بشكل صحي ومنتبهين على أكلهم ولكن بيظهروا بيصهروا بيشربوا ألكول بشكل عادي وكمان ما بيخسروا وزن صحيح هلأ حكينا نحن عن الأكل نحكي على المشروبات وأبرزها الكحول أو الألكول اللي كتير عالة وما بياكلوا بس بيشربوا ألكول كتير فبالكباية الوحدة ممكن يكون عنا من 90 كالوري وطلوع كباية المبيض ممكن تعطينا بال120 واحدة حرارية الجن أقل شي صاح هلأ هو قليل لأنه كمان نحن عم نحط كمية قليلة من الجن بس هي الإضافات المع الجن هون عم نكون عم نزيد وحدات حرارية أوقات من ضيف سكر بسيرو تباعة أو من حتى حتى سودا ما بتكون كمان ضاية الإضافات ممكن تطلع الكباية لـ 150 واحدة حرارية وأكيد بالقعد الشخص ما بيشرب كباية واحدة ممكن ياخده كبايتين وثلاثة هون عم ناخد كالوريز كتير فننتبه دايما نروح أكتر على الكمية الأكتر بالكالوريز الأقل مثلا مثل أنينت البيرة هي ككمية كتير كوحدة حرارية أقل من غيرها ككمية يعني ممكن ناخد وقت أكتر تنشرب البيرة خاصة في مننا لايت ممكن تعطينا بالمئة 120 كالوريز كحجم أكتر يمكن من المبيض اللي هنا كمية أقل ممكن يعطونا الكاسة بالـ 120 كالوريز أكتر من العرق العرق كمان اللي منحط كمية كتير قليلة ومنشرب كتير كمية خلال النهار ممكن كمان يعطونا وحدة حرارية بالـ 101 حرارية تقريبا إذا نحنا عم نشرب خمسة أو ست كاسات عم ناخد كمية وحدة حرارية كتير خلال النهار فننتبه دايما أنه نعتدل وما هون عم نشوف كمان سودا سودا لو دايت في ناس بيقولوا لك أنا ما عم بشرب سودا دايت أنه ما فيها كالوري أو زيرو هي حتى الأبحاث العلمية ذكرت أنه حتى لو سودا دايت على المدى البعيد ممكن تسبب تكدس الدهون بالجسم من وراء مشاكل ممكن تعملها ممكن تكون إليها تأثيرها على الأنسولين أو حتى تحكينا عن المشروبات اللي هي جوس أو قد بتقولي عم بشرب عصير ما هي دا عصير إذا عم بأصر 3 ليمونات 4 ليمونات ممكن تطلع بالـ 180 كالوري وأكتر عم نشوف هون كل إضافة للقهوة قد ممكن تزيد الكالوري عنديك بس القهوة السيدة فيها 2-3 كالوري عم نزيدها الكريم فيها الكمية القليلة هالا عم نشوفها 60 كالوري عم ناخد حليب إذا عم ناخد حليب كامل أو مخفض الدسم كمان هون عم نحط نطفة كمية قليلة عم تثرق 80 و50 واحدة حرارية عم نحط سكر أو عم نحط إضافات تانية كمان كل ما عم نضيف انجريديان أو مكون عم نضيف الكالوريز بقلب القهوة وبتعرف في أشخاص ما بيشربوا قهوة مرة بنهار أكيد مرتين وثلاثة إذا فيها فردنا 180 كالوري عم بياخد تقريبا تقريبا رح قصها لـ 600 كالوري بنهار بس من القهوة فننتبه إنه فينا ناخد القهوة مع يمكن حليب مخفض الدسم أو بلاك في أطيب مننا بلاك يعني خلال النهار كتير طيب بلاك بلا سكر خلال النهار إذا أنا عبيلي شيء زيادة بياخد بلاك من دون سكر عم نشوف كمان أسباب تاني لإني ما أضعف إذا أنا عم بعمل حمية غزائية أو إذا أنا لحالي أو متابعة مع حدا وعن جد ما عم بيكل بدأ شوف إذا عم بياخد أدوية معينة أدوية الاكتئاب ممكن تأثر على الوزن الكورتزون ممكن يأثر على الوزن بعض أنواع الأدوية ممكن تفتح القابلية فأنا إذا كيف بعرف حالي إذا أنا عم بياخد دواء جديد وعم شوف أنه أنا يمكن كان قبل ما إيخد هيدا الدواء وزني مختلف انتبه أنه ممكن من أعراض هيدا الدواء يكون السبب الدواء اللي عم بياخد وفي أنواع أدوية كمان بيسببوا احتباس الماء فهون بيزيد وزني بسرعة بيطلع على الميزان بجمعة جمعتين زيادة 3-4 كيلو ففي ناس بياخدوا كورتزون وما بيكونوا عارفين أنه هيدا الدواء فيه كورتزون أو طبيب ما بيكون أي لون وبيكفوا أكل عادي بينما ببساطة وطريقة كتير سهلة فينا نتفايدة زيادة الوزن إذا كنا عارفين وقفنا الملح صح موقف ملح منوقف سكر وفيه بدائل يعني مش أنه ما منكلون ولا أ لا فيه بدائل فيه هلأ بالسوق خبز فيه ملح قليل فيه هلأ بالسوق كمان بدأ انتبه لبنة وجبنة مخفضين الملح فيه ناس شو بيعملوا يا ماي فيه ناس ما بيكلوا صنف معين يعني بقول أنا عم بعم الرجيم بدأ قفي وقعة الترويق بينما تبين من خلال الدراسات أنه إذا قفينا هيدا الوجبة نحنا معرضين ننصح أكتر فلسببين أول شي رح نوصل لوجبة الغداء جعانين أكتر رح نتناول كمية أكتر من الأكل تاني سبب أكيد أنه هون نحنا تبين أنه كمان جسمنا بيصير ما بيحرق مظبوط من جوع أسرع و جسمي ما بيحرق صح من شان هيك نحنا لازم يكون عندنا ثلاث وقعات بيتخللون سناكين أو حتى ثلاث سناكات حتى جسم يشتغل ويدلوا عم يحرق جسمنا عشرة أنه الوحدات الحرارية اللي عم نخدها تكون أقل من ما نحنا جسمنا بده أوكي وختاماً بدي أقول شغلة كتير مهمة كمان بدي أقول أنه في ناس تسمعيها بتقلك أنا ما بيكل بس ما عم بضعف مظبوط بتكون هو كلهم ما عم تعملون متابعة من أشخاص عم تعمل ضيط مظبوط عم تتابعة بطريقة مظبوطة عطينا نظام صح وهي عم تمشي يعني فيه أشخاص يجب أن نصدقهم لما يقولوا لك أنا جد ما عم بيكل وما عم بضعف هذا الشي موجود وهذا الشي صحيح بيكون مش بس البالانس انرجيك نحنا منعرف أنه أنا إذا دخلت كالوري أقل على جسمي رح أضعف هيدا المعادلة مع هول أشخاص ما بتكون زابطة لأنه بيكون عندهم مشاكل صحية لسبب أسباب صحية العلاقة بالغداد صح يعني هون لازم ينتبهوا وهي دي أنه نراجع طبيب مختص ممكن يكون عندنا مشكلة صحية بجسمنا ما عم تخلينا نضعف من هولي الزكارثيون شكرا كتير لألكو أهلا وسهلا فيك عبير أبو الجاي لمشاهدينا فاصل ومنتبع خليكن معنا شكرا للمشاهدة شكرا شكرا